المدير الفني لنادي الزمالك أكد للعاب الفريق إن البطولة العربية هي هتكون الفرصة الأخيرة لأكتر من اللاعب في الموسم اللي جاي يعني إيه؟ يعني اللي كان قلقان يمشي فرصتك تثبت نفسك واللي كان فاكر إنه مكانه محجوز لأ فرصتك إنك تثبت نفسك وتأمن مركزك أو تأمن مكانك في الفريق يعني تهديد شيك يعني اللي هو مش بقولك أنت أخذت لعبرة بس يعني وريني وريني أمارة فعشان كده ده ممكن نعتبره إنه مش تهديد ولكن تحفيز تحفيز إيجابي يعني أسوريو كمان طلب التعاقد مع اللاعب آخر بيلعب برجله اليسرى في مركز الدفاع هو خلاص أحمد أيمن منصور هيبقى موجود مع الفريق هو عايز واحد كمان ليه؟ في طريقة أسوريو اللاعب التالت في خط الدفاع تعرف بيلعب بتلاتة فيه اتنين بيجروا بيعملوا زيادات هجومية فعايزهم يكونوا بلعبوا برجلهم الشمال عشان ممكن يبقوا في لحظة من اللحظات أو ما عند منطقة الجزاء يعملوا عرضية يعملوا يعملوا أي حاجة فهو عاجبة أو فكرة أنه السرد باك أو السنتر باك التالت اللي على الشمال يكون أشور أحمد أيمن منصور موجود بس هو محتاج واحد كمان الزمالك كمان حسم جميع العروض الخاصة بعبدالله جمعة ومحمود الشبانة خلال أو هيحسم خلال ساعات جمعة عنده أكتر من عرض ولكن عرض البنك الآلي هو الأقرب وشبانة كمان عنده عروض من نادي الاتحاد وسموحة وزد ولكن عرض زد هو الأقوى دول اللعيبة اللي هتمشي من نادي الزمالك كمان سيد عبدالله نمار وعمر السيسي خلاص بقوا جاهزين لمواجهة اتحاد المنستيري في افتاح مباريات الزمالك في البطول العربية يوم الجمعة إن شاء الله بعد شفاءهما التام من الإصابة نمار كان عنده شد عضري وعمر السيسي كذلك كان عنده شد عضري في مباراة الكمة الأخيرة ماشي